السلام عليكم اليوم ان شاء الله سوف نضروا على وفاكاش سوف نعطيه واحد تعريف بسيط عليها وكذلك سوف نضع الحساب بخير جميع انتيازات وجميع اقتطاعات وكذلك طريقة تفتح هذا الحساب لكن قبل ما نبدأه كيف العادة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد ديالنا اول باول وفاكاش هي وكالة مغربية تبع التجاري وفا بونك تقدم الزبناء ديالها مجموعة من الخدمات كأداء الفواتير كهرباء ماء هاتف والضرائب وكتمكن لهم كذلك من تحويل الاموال للاشخاص وخا ما يكونش عندهم حسابات بنكية بمعنى تقدر تصفت الفلوس ديالك للخوك او الاب ديالك او الام ديالك وخا ما يكونش عندهم حساب بنكي فقط كيتوجه الوكالة وفاكاش القريبة لهم ويديهم معهم البطاقة الوطنية ديالهم وواحد الكود اللي كتعطيه لهم انت المرسي وهذا الكود تتخذ انت مباشرة فاش كتصفت الفلوس ديالك في هاتف الوكالة البنكية والجميل في هاتف وفاكاش هو انها متوجدة في جميع انحاء المغرب وحتى في القرى النائية وهذه هي احسن ميزة اللي كتقدمها لنا هاتف الوكالة يعني تقدر تلقاها في القرى الغابرة لما يكونش فيها لوكالة البنكية الاخرى ودبا سنهضروا على الامتيازات اللي كتقدمهم لنا هاتف الوكالة اول نقطة هي السرعة من الحوايج الزوينين هو انك مباشرة مليء غادي تفتح حساب في الوكالة غيكون عندك الحق انك تدخل الفلوس او لا ترسلهم يعني الحساب كيكون واجد للخدمة النقطة الثانية هو الامان يعني فلوس كيكون في امان واي مبلغ حتطيه كيكون محمي ثم ثالثا الرسوم المنخفضة هات الحساب كي يتقام علينا تقريبا بستفصل خمسة درهم للشهر يعني تقريبا ستوسب عين درهم للسانة ومن خلال تجربتي المتبادعة فهذه الاقتطاعات هي اقل اقتطاعات مقارنة مع الابنك العادية الاخرى ثم رابعا اليوينة الحاجة الزوينة فوفاكاش هو سهولة التعامل بغيت تخرج ولا تدخل الفلوس ديالك او لا تدير كشف الحساب تقدر تديره في اي وكالة كانت في المغرب ماشي بحل بعض الابنك اللي كاشرطوا عليك تمشي البنكة اللي في حتي فيها حساب ثم خامسا السهولة اي معاملة بغيت تقوم بها كي يخصك غير البطاقة الوطنية ودفتر الحساب وخرج ولا تدخل فلوسك بكل سهولة ثم ساديسا المورونة هات الوكالة توقيت ديال هازوين بحيط انها مكي بدوت من ثمانية الصباح حتى السبعة ديال العشية يعني حتى تخرج من الخدمة ديالك وتقدر تمشي الوكالة وتقضي الغرض ديالك اذا بالنسبة لهذا الحساب بخير اللي كتقدموا لنا وفاكاش فهذه هي الرسوم اللي كتفردهم علينا هاد الوكالة على هاد الحساب اذا بالنسبة لثامن البطاقة هو خمسة وخمسين درهم صالحة لسنتين كذلك كلفة تعبئة من طرف مالك البطاقة هي عشرة ديال درهم هي باش كنقدروا نعبقوا البطاقة ثم عدنا السحب اللي فرنا نخرجه فلوسنا السحب مجاني ثم الإداع كذلك كيكون مجاني ثم هنا عدنا كلفة تعبئة من طرف من درهم حتى الالف درهم تتقم علينا سبعة وثلاثين درهم ومن الف الاف درهم للفيديد وسربة كوتنا سبعة وسبعة وبلد condens Might and Might till 3000 hard 1000 Hard toaku كتبعين على 점 7 وخمسين درهم ومن 5000 فالي 1000 درهم بتقم علينا بسبعة وستين درهم ومن 10000 الى حدود الزقف البطاقة كيتفسف 0.67% من المبلغ اللي بويدترسلو ثم تهانيا نترجى لكلفة تسحب رصيد البطاقة ان vanity هو عشراء ديالدرهم ثم السحب من الشباك الالتواتماتيكي ال Package وki cash او تيجاري وفا بنك كيف يكون مجاني وبالنسبة للسحب من الشباك الأطماتيكي البنكي لأبنك أخرى فهو ستاء الدرح وهذا سوف نزول طريقة فتح الحساب فأول شيء سوف نشهر الأقرب وكالة وفاء كاش ثم ثاني شيء سوف نضع معنا بطاقة الوطنية وانتبه أختي يجب أن تكون مدة صراحية باقي من انتهت ثم ثالث نقطة هي إمضاء العقد الذي يكون فيه إمضاء من طرف المكلف بالعلاقات وكذلك إمضاء كنت ثم النقطة الرابعة هنا يتم فتح الحساب ويمكن لكم تحطوا أو ترسلوا الفلوس لكم مباشرة وخامس حاجة هنا المكلف كيعطيكم الدفتر تعريفي ديالكم وهذا الدفتر دائما نخصكم تجيبه معكم إذا تقوموا بأي عملية سواء سحب أو إداع الفلوس في الحساب ديالكم إذا الختي كان هذا هو تعريف مبسط على وفاكش وحساب بخير أي تساؤل ولا مشكلة وجهته حطوه في التعليق الخاصة بهذا الفيديو إن شاء الله سنجاوبكم عليه وإذا كانت أخي اختيادية أو زيارة لك القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس لكي يصلكم أول بأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر